في مدينة فتنة الجمال فيها تتعدى وصف الحرف تنام على سلام الروح وتصح على ضوء الحياة أعلن على الملائفها أن لا وقوف لإبداع بعد اليوم ربيع يشرق من بيان إشهار منتدى خيال للإبداع الفني والأدبي في محافظة تعز تعز التي تحمل السلام في أفيائها دون تمييز أو هيمنة مشاهد الحركة الثقافية فيها مستمرة بربط حضارة اليمن الضاربة في أعماق التأريخ بمعالم الحاضر وآمال المستقبل فخيال معلم ثقافي يسوق للتراث والفلكلور والشعر والقصة والرواية واللحن اليمني الأصيل ضمن رسالة تحمل بين دفتيها حب الوطن اليوم نحن في حافل إشهار منتدى خيال للإبداع الفني والأدبي في محافظة تعز هذا المنتدى قام به مجموعة من المفدعين الأدباء والكتاب والشعراء والفنانون التشكيليون وكذلك الصحفيون والإعلاميون من إقل النهوب بالثقافة تعز وإعادتها إلى مستواها الحقيقية الذي تناسب مع قونها عاصمة للثقافة اليمنية وكذلك على مستوى الجمهورية هذا المنتدى سيتم إشهاره اليوم ليكون حاضنة ثقافية لجميع الشعراء والأدباء هؤلاء الأدباء الذين لم يجدون حاضنة توفر لهم حرية الكلام وحرية التعبير عما يريدونه هذا المنتدى سيوفر أيضا للشعراء والكتاب وقميع من لديهم مواهب شعرية ومواهب ثقافية أن يحموا منشوراتهم الثقافية وأن يحموا الحقوق الفكرية لها نتمنى من الجميع أن يقوموا بدعم هذا المنتدى لأنه يعتبر حاضنة جديدة في تعز لجميع المثقفين الموهوبين وسيكون له أثر مستقبلي جيد إن شاء الله نحن كيان وطني ثقافي فلمي يسعى إلى إظهار الثقافة اليمنية الحقيقية انطلاقا من مدينة تعز للتعبير عن وفيها الحضاري المشرق الرائد تعز ليست مدينة التعزيين وحدهم تعز مدينة كل اليمنين لدينا أولويات شدة سنعمل جاهدين من خلال تحقيقها مشاهد الوطن المذهلة لا بد أن تشرق بتبني المبدعين وتلبية تموحاتهم وإثراء المشهد الثقافي في تعز خاصة واليمن عامة بمختلف مجالات الفنون والأدب فتعز منبع الثقافة وعاصمة لها يحتضنها الوطن الواجب خلوه من الضغاء هدف هذه المؤسسة هو إظهار كل المبدعين وتقديمهم إلى المجتمع من خلال المدارس والمعاهد والجامعات وكذلك البحث عن الموهوبين في الصغار ومساعدتهم وإعطائهم المجال من أجل إظهار أيضا مواهبهم وكذلك البحث عن الرموز الكبيرة الشعراء والكتاب والفنانين الذين شكلوا حضارة اليمن قديما وحتى الآن ودراسة إنتاجاتهم الأدبية والفنية وتقديمها للعالم العربي بل والعالم أجمع من أجل إظهار اليمن اليمن الحضارة اليمن التاريخ اليمن السعيد الذي هو ضارب في أعماق التاريخ منذ الأزل تعز اليوم تعلن للعالم عن السلام عن حبها للثقافة عن حبها للتاريخ الفعل الثقافي الذي دعا إليه خيالا للإبداع الفني والأدبي يقصد الروح السلمية والإيمان بأن الثقافة هي أساس كل شيء تعز التعليم تعز الحامي لحضارة اليمن التي لها آلاف السنين الفعل الثقافي المتمثل في هذا الحدث الذي صنعته اليوم عقول كوكبة من الشعراء والأدباء والكتاب والقاصين والمخرجين والفنانين والفنانين والاستشكيليين منتدى خيالة تعبير عن الحياة بهوية أمة يمانية إبداع يمتطي صهوة الحرف ماضيا بدعوة السلم للحرب وفرسان ميدان في كل الألوان ينشرون الإبداع بحب وعطاء